مقر البرلمان الأوروبي هنا في بروكسيل تنطلق عاشية اليوم دورة جديدة لحوار الحضارات الذي ترعاه كل سنة مؤسسة البابطين الكويتية الدورة هذا العام تطرح للنقاش موضوعا جوهريا تحت عنوان الحوار العربي الأوروبي في القرن الـ 21 نحو رؤية مشتركة ويشارك في إثراء هذا الموضوع أزيد من 300 من رجالة الدولة والمفكرين والسياسيين والمثقفين المغرب حاضر بوفد رفيع المستوى وشرف إلقاء كلمة الافتتاحة منحة لرئيس البرلمان الأوروبية مارتن شولز رسالة التي سيعمل كل المشاركين في هذا الملتقى على أنشرها هي رسالة خدمة السلام والتي ما أحوجنا فيها إليها كما قلت في هذا الوضع المتأزم الذي يمر به العالم ومؤسسة عبد العزيز سعود البابطين في اعتقادي في دعواتها للمغربة فهي تعلم بأن المغرب له صوت متميز على الساحة الدولية برنامج الندوة التي تدوم يومين يتضمن ثلاثة محاور الأول بعنوان إعادة التفكير في الديمقراطية ويدير جلسته محمد بن عيسى وزير الخارجية الأسبق وسائل التواصل الاجتماعي فضاء جديد للديمقراطية والتعليم والموطنة أدوات أساسية للقرن الـ 21 محوران برمجة في جلسات الغد الهدف من هذا الحوار في البرلمان الأوروبي هو الاستفادة من التجربة الأوروبية في الانتقال من الحروب التي عانت منها أوروبا في السابق إلى التجارب الديمقراطية بحيث أصبحت الدول المجتمع في الاتحاد الأوروبي نموزجا للديمقراطية بالنسبة لمؤسسة البابطين ندوة هذا العام تقدم بشكل جديد لا يقوم على الأوراق البحثية وإنما على طرح الرؤى والحوار المتفاعل بين المشاركين سنحمل البيان الختامي إلى كل الرؤساء الأوروبي 28 دولة لازم نرسل لهم هذا البيان وكذلك الملوك والرؤساء العرب سنرسل لهم جميع عن البيان حتى يتمكنوا من ربما السير على ما يقرر هؤلاء الكبار المفكرون الكبار المغرب الذي ركم تجربة نوعية وغانية في شراكته مع الاتحاد الأوروبي على مدى حوالي نصف قرنة سيكون حضوره في هذه الندوة بالنسبة للمشاركين مفيدا لجهة بلورة رؤية عربية تدعو إلى الحوار المتوازن والتعايش السلمي العادل ونبد العنف والكراهية في علاقة العرب بالغرب